بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شورى لأنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم المبارك دراستك متن الأصول الثلاثة لكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس لا بد أن نتفق على أمور وهي أن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلب العلم النهج والطريقة الذي يخط لنا العلماء السلف فأرشد العلماء إلى حفظ بعض المتون وهذا المتون مهم جدا فلا بد أن تحفظ كما حفظ العلماء احفظ في كل حافظ الإمام قال الشيخ بن عثيمي رحمه الله تعالى ذهب كل شيء إذن لا بد للطالب من حفظ ودراسة لا يعتمد على الحفظ فقط ولا على الدراسة فقط بلا حفظ ولا يستفق الشيء هذا الأمر الأول حفظ المتن متن الأصول الثلاثة قبل الدراسة الأمر الثاني المواظب على الدرس لأننا بإذن الله تعالى سوف ندرس هذا المتن دراسة مختصرة وهذه هي طريقة بعض العلماء رحمه الله تعالى أنهم يعني لا يطيلوا في تدريس الكتب لماذا؟ قال لأن المؤلف رحمه الله تعالى محمد عبدالوهاب مثلا أراد بهذا المتن أن يدرس لصغارة طلاب وللعوام ولم يرد رحمه الله تعالى أن يدرس هذا الكتاب في شهر أو في سنة أو ما إلى ذلك الأمر الثالث لابد من المذاكرة والمراجعة وهذه طريقة السلف أنه كانوا يتذاكروا العلم بل عندما استشكل بعض الطلاب على الشيخ بن عثيم الرحمه الله تعالى هذا الأمر باب المذاكرة وقالوا أنه تضيع علينا وقد كثيرا في المذاكرة قال هذا هو العلم العلم بالمذاكرة طيب قبل البدء أيضا في الدراسة دراسة المتن لابد أن نعرف أمور منها لماذا اخترنا دراسة هذا الفن وهو علم التوحيد لماذا ندرس التوحيد لو قال القائل لماذا ندرس التوحيد لماذا لا ندرس الفقه أو الأصول أو الفرائض أو النحو أو غيرها من العلوم العلوم كثيرة لماذا قدمنا دراسة التوحيد أولا لأنه حق الله العبيد ولا يدخل الجنة إلا موحد واستقرار الأمن ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان وسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار الأمن كما ذكرنا بل نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا للطعام والشرب وبعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبع من بعدهم قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ثم هذا الذي يقول لماذا يعني اخترنا دراسة التوحيد نسأله نقول خلقك الله سبحانه وتعالى وأوجدك في هذه الدنيا وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد لابد يقول نعم هذا الكلام الذي تقول حق وصدق نقول هذا الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك وأعلمك أنه لا يقبل أي عمل إلا به ولا يدخل الجنة إلا موحد تعرفه لابد يقول نعم أعرف وأنا موحد نقول طيب اشرح لنا التوحيد الذي فرض الله سبحانه وتعالى عليك فإذا بيّن لنا التوحيد فالحمد لله هذا دليل أنه موحد وإن لم يبين لنا التوحيد ولا يعرف شيء عن التوحيد ولا يعرف معنى لا إلا الله ولا شرط لا إله إلا الله ولا تعرف الإيمان ولا أركان الإيمان ولا غيره نقول شهادتك أنك موحد شهادت زور وكيف الله سبحانه وتعالى يوجب عليك شيء بل هو من أوجب الواجبات وأول واجبات وأنت لا تعرف ولا تتعلم فأنت مفرد في أوامر الله الثاني أيضا نسأل هذا الذي يقول لماذا اخترنا دراس توحيد ولا ندرس غيره من الكتب والفنون نسأل نقول حرم الله سبحانه وتعالى لك الشرك لابد يقول نعم أعظم من تحرم الزنا والربا والفواحش لابد يقول نعم والله سبحانه وتعالى أعلمك المصاحب الشرك الأكبر مخلد خلود أبدي في النار لابد يقول نعم نقول هذا الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليك وأعلمك أن الإنسان إذا مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار نسأل الله السلام العافية تعرفه لابد يقول نعم أعرفه وأنا لست بمشرك نقول اشرح لنا الشرك فإذا شرح الحمد لله وإذا لم يشرح الشرك ولا يعرف الشرك نقول لعلك أنت واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى عليك شيء أشد من تحرم الزنا والربا والكبائر وأنت لا تعرف ولا تتعلم فأنت مفرط في أمر الله وعندما تقول أنك لست بمشرك هذه شهادة زور إذن يا أخوانا أهم ما ينبغي على المؤمن والموحد أن يتعلم أولا التوحيد ويعلم للناس ويعمل به ثم يعلم للناس طيب هذا السؤال الأول لماذا اخترنا دراسة التوحيد ثم هذا الذي صنعنا معه مناقشة لو أقر قال أنا أقر نلابد أن أدرس التوحيد لكن لماذا اخترنا هذا السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتل متل الأصولة الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبداللهاب رحمه الله تعالى هناك كتب كثيرة ألفت في التوحيد يقول لماذا لا ندرس مثلاً كتاب التوحيد أو العقيدة الواسطية أو غيرها من الكتب نقول لأننا طلاب والطالب لا بد نرجع في النهج والطريق إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم لا بد أن نسير على ما سار عليه العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه وهذا الذي يتكبر على العلم والعلماء وعلى بعض المتون التي قررها الأئمة رحمه الله تعالى هذا لا يمكن يصل لا بد أن يسلك هذا الطريق الذي سلك العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً وقال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون الرباني قال بعض السلف الذي يرب الناس على صغار العلم قبل كباره إذن لا بد أن الطالب يتأدب ويسير على النهج والطريقة الذي يخط العلماء ولا يبتدع طريقة جديدة في طالب العلم كذلك إذا كان هذا الأمر هو يعني يسلك في أمور الدنيا إذا أراد إنسان أن يكون طبيب مثلاً هل يدرس الطبيب على ما يريد؟ لا لا بد أن يرجع إلى أهل الاختصاص ثم ينظر ما هي متطلبات الدراسة ويدرس ثم بعد هذا يتخصص ثم بعد هذا يجزه أهل الفن في الطب مثلاً نعم طيب هذا السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن أوصول الثلاثة؟ أيضاً تميز هذا المتن متن أوصول الثلاثة بأن المؤلف إمام وأن الله سبحانه وتعالى وضع له ولكتب القبول في الأرض ومعاصر لأنه يرد على الشبى التي يأتي بها مشركي زماننا وأنه لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل وهذا من أحسن ما يكون في التأليم وأنه كتب واضحة مختصرة سهلة يدعو للطالب ويجمل ثم بعد هذا يفصل على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى من الأمور التي تميزت بها كتب المؤلف رحمه الله تعالى السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر أي واحد يسأل ما هي الأصول الثلاثة؟ تقول هي باختصار أسئلة القبر الأمر الرابع أو السؤال الرابع لو قال هذا القائل يعني الذي يعترض علينا وكذا ما هي الثمرة التي نجريها من دراستنا للأصول الثلاثة؟ نقول الثمرة والفائدة والجائزة أننا إذا تعلمنا الأصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها ثم صبرنا أولا عن العلم وثانيا عن أمل وثالثا عن الدعوة بإذن الله نجب عن أسئلة القبر وهذا من أحسن ما يكون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي بالتوحيد وفي الآخرة يعني عند السؤال نعم إذن الأمر الأول لماذا ندرس التوحيد الأمر الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأمر الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار الأمر الرابع ما هي الثمرة التي نجريها من دراستنا للأصول الثلاثة بعد هذا أيضا نريد أن نفهرس هذا المتن إذا أردنا أن نقسم أو نفهرس هذا المتن فإننا نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام حتى نستطيع أن نتصور هذا الكتاب وهذا المتن ونضبطه المتن نقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول المسائل الأربع وخلاصتها سورة العصر القسم الثاني المسائل الثلاث ولابد أن تفرق بين الأصول الثلاث والمسائل الثلاث وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى خلاصة المسائل الثلاث القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد ومن عادة المؤلف رحم الله تعالى أن نركز دائما على هذا الأمر لأن هناك من يحارب دعوتها للسنة والجماعة لتعلم التوحيد وتعلم الناس التوحيد والدعوة إليه الأمر الرابع شرح الأصول الثلاثة وقلنا هذه عادة المؤلف نجمع المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالشرح القسم الخامس الخاتمة إذن لو أردنا أن نفاهرس أو نقسم هذا المتن المبارك نفاهرس ونقسم إلى خمسة أقسام المسائل الأربع وخلاصتها سورة العصر والمسائل الثلاث وقلنا لابد أن تفرق بين أصول الثلاثة والمسائل الثلاث لماذا ندرس التوحيد والقسم الرابع شرح الأصول الثلاثة والخامس الخاتمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لوما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل نعم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ القسم الأول على ما قسمنا من الأصول الثلاثة وذكرنا أن القسم الأول المسائل الأربع نعم نراجع الآن ماذا أخذنا في هذا اليوم وغدا إن شاء الله نراجع ثم نبدأ في المسائل الأربع ماذا أخذنا نعم نعم لماذا اخترنا دراسة علم التوحيد ولماذا لا ندرس مثلا الأصول أصول الفقه أو الفرائض أو النحو أو اللغة الإنجليزية أو غيره نعم حق الله العبيد وخلقنا حتى نوحد الله سبحانه وتعالى ولا أقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل الله به ولا أدخل جنة لموحد استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلوة الإيمان وسب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار الأمن والهداية ذكرنا وأننا بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعم والشراب وذكرنا أيضا مناقشة مع من يقول لماذا ندرس التوحيد نعم الأمر الآخر لماذا اخترنا دراسة هذا المثل مثل أصول الثلاثة لماذا نصيحة العلماء مثل مختصر واضح مؤلف معاصر إمام وضع الله سبحانه وتعالى له لكتب القبول في الأرض وليس لنا نبتدع الطريقة جديدة في طلبنا العلم نعم غير هذا الأصول الثلاثة ما هي الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر نعم الأمر الرابع الثمر من الدراسة نعم أننا نتعلم أولا ثم نعمل ثانيا ثم ندعو ثالثا ثم بعد هذا نصبر على العلم ثم العمل ثم الدعوة فإذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن هذه الأسئلة في القبر نعم تقسيم المتن قلنا إذا أردنا أن نقسم المتن فنقسم المتن أو نفهرس المتن إلى خمسة أخسام وأرشد بعض العلماء إلى أن الطالب إذا اقتنى كتاب لابد أقل ما يكون أن يقرأ المقدمة والفهرس المقدمة حتى يعرف مصطلح المؤلف والفهرس حتى يعرف محتويات هذا الكتاب نفهوم نعم فإحنا الآن أردنا أن نفهرس هذا الكتاب حتى يضبط ويعرف محتوات هذا البتن نعم الأمور الخمسة هي المسائل الأربع وقلنا خلاصتها سورة العصر المسائل الثلاثة وقلنا لابد أن نفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة الأصول الثلاثة قلنا أسئلة القبر والمسائل الثلاثة تأتينا إن شاء الله تعالى لماذا ندرس التوحيد وقلنا المؤلف رحمه الله تعالى دائما نركز على هذا الأمر في كل مؤلفات تقريبا في هذا المتن متن أصول الثلاثة وكذلك يعطينا إن شاء الله تعالى في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات في كتاب التوحيد دائما نركز على هذا الباب لأن هناك من يحارب دعوتها للسنة والجماعة لتعلم وتعليم الناس التوحيد الأمر الرابع شرح الأصول الثلاثة وقلنا هذا من عادة المؤلف أن يجمع المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل وهذا من أحسن ما يكون في التعليف الخامس الخاتمة غيره ماذا أخذ الغير هذا نعم الحفظ أنه لابد الطالب أن يحفظ مع الشرح ثم بعد هذا يستعين بالله سبحانه وتعالى العمل وهذه كانت طريقة السلف طريقة السلف أولا في حفظ القرآن أنه كانوا يحفظوا كل يوم ويستعينوا ثم يتدبروا وينظروا في معاني هذه الآيات ثم بعد هذا يستعينوا بالله على العمل فتعلموا العلم والعمل وقلنا أرشد العلماء إلى الحفظ وبل تميزت هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الأمم بالحفظ بل قيل أن هذه الأمة أنا جيلا في صدورها نعم وقلنا أنه يقول بعض السلف أن علمك الذي ترى في الظلام مفهوم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه وسلم والله أرشاد من المهم